أهلا بكم في الدرس الجديد في درسنا اليوم سوف نتحدث عن العنصر FileSet ولا العنصر Legend في اللغة HTML العنصر FileSet يتم استخدامها للتجميع العناصر ذات السلح ويقوم برسم مربع حول العناصر ذات السلح بالنسبة للعنصر Legend يتم استخدامها ضمن العنصر FileSet من خلالها يمكنك أن تقوم بكتابة تسمية توضيحية للعنصر FileSet مع الكلمة file set مجموعة ميدانية باللغة عربية بالنسبة للمعنى الكلمة legend عنوان تفسيري باللغة عربية كيف يفيد إنشاء العنصر file set لإنشاء العنصر file set يكون سهل جدا كل ما عليك أن تقوم بفضل هذا القوس وتقوم بكتابة file set وتقوم بإغلاقي بهذا الشكل ضمن العنصر file set يمكنك أن تقوم بإضافة العنصر legend لست مجبر ولكن يمكنك أن تقوم بإضافتها إذا قمنا لن بفتح ملف الاجتماع الخاص بنا سوف يكون النتيجة بهذا الشكل لأننا لم نقوم بإضافة أي عناصر أخرى ضمن العنصر file set إذا قمنا بإضافة العنصر legend من خلالها يمكن أن نقوم بإنشاء تصمية توضيحية لأجل هذا العنصر file set على سبيل المثال أرغب أن نقوم بإضافة تصمية توضيحية على سبيل المثال contact as تواصل معنا يمكنك تحديد بنفسك النص أنا فقط أريكم مثال لنقوم بفتح ملف الاجتماعي من الشيط النتيجة كما تشاهد سوف يكون بهذا الشكل النص الذي نقوم بإضافة العنصر legend يتم إضافة هنا في حال إذا قمت بوضع اللغة اتجاه اللغة يكون بالجهة اليمين سوف يكون النتيجة بهذا الشكل سوف يبقية بهذا الشكل لكي يكون بالجهة اليسر أن تحر في التحديد بالنسبة للعناصر التي ترغب بها أن تقوم بواديها كل ما عليك أن تقوم بواديها دمن العنصر file set أسفل العنصر legend يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أي عناصر ترغب بها أن تقوم بإضافتها دمن العنصر file set العناصر التي ترغب بها إضافتها يجب أن يكون أسفل عنصر legend على سبيل المسال بما أنني قمت بوضع هنا تصمية توضيحية تواصل معنا سوف أقوم بإضافة معلومات لجل التواصل معنا على سبيل المسال سوف أقوم بإنشاء أحد عناصر الذي يمكنك إضافة نص دمنها يمكنك تحديد بنفسك أي شيء ترغب بأن تقوم بوضعها دمن العنصر أنا فقط أريكم مثال على سبيل المسال سوف أقوم بكتابة فون نمبر رقم هاتف لنقوم بكتابة هذا الجزء كمراجع للدرس السابق دمن العنصر بدي لأننا أرغب بإستخدام اللغة العربية بجانب اللغة إنجليزية لكي لا يتم استبدال الاتجاه وسوف أقوم بكتابة هنا على سبيل المسال هذا هو الرقم تليفون وسوف أقوم بإنشاء عنصر آخر كمسال أقوم بوضع دمنها إيميل طبعا أيضا أقوم بمراجعة العنصر بدي ودمنها سوف أقوم بكتابة النصب اللغة العربية على سبيل المسال بريد الكتروني على سبيل المسال يكون هذا هو البريد الكتروني لأنني شاهد النتيجة أنا فقط أقوم بكتابة شيء عشوائي مثال يمكنك التحديد بنفسك العناصر التي ترغب بها أن تقوم بوضع دمن العنصر أي عناصر تقوم بوضع دمن الفايل سيت سوف يكون دمن المربع الفايل سيت أتمنى أن يكون الدرس اليوم مواضح بالنسبة لكم وتعلمتم لأجل ما زيتم استخدام العنصر الفايل سيت ولا العنصر لجند سوف تجد رابط تحميل هذا الملف الاشتماعي في الوصف الفيديو أتمنى لكم توفيق وأراكم في الدرس القادم لكي نتعلم شيء جديد إلى اللقاء